اشتركوا في القناة الى الحاجة الملحة للعمل الجماعي بما يسهم في تطوير المنظومة الخليجية وتطوير عمل المسابقات الخليجية بصورة منظمة ومدروسة سقط فريق النجمة في فاخي التعادل مع منافس فريق سترة بهدف لمثل في إطار منافسة الجولة الخامسة من دور ناصر بن حمد ممتاز لكرة القدم سترة نجح في مفاجأة خصمه من خلال الأفضلية التي رسمها على أرضية الملعب وتقدم بهدف عن طريق اليمني عبد الواسع المطيري من علامة الجزاء أما هدف التعادل كان عن طريق البرازيلي جونيور داكوستا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة التسعين وفي المباراة الثانية أمس وصل فريق الحد صحوته على حساب الرفاع الشرقي وتفوق عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد شارك الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في الاجتماع التحضيري الممهد لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للفروسية على مستوى رؤساء وأومناء سر الاتحادات العربية للفروسية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياضة وترأس وفدو البحرين أمين السر الاتحاد الملكي للبحريني للفروسية غالب مختار العلوي والذي أشاد بأهداف هذا الاجتماع التحضيري الذي يمهد للاجتماع الخاص بالجمعية العمومية المقرر عقدها في شهر أبريل من العام 20-24 على همش تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة لبطولة نهائي كأس العلم في الترويض وقفز الحواجز وصل الوفد البحريني المشارك في دورة الألعاب البار أولمبيا لاساوية التي قيمت في مدينة هانكشو الصينية قدم الوفد البار أولمبيا البحريني أداء مشرفا في هذه الدورة إذ حققت اللاعب رباء العميري إنجازا رياضيا بفوزها بالميدالية البرونزية في رمي الرمح فئة F-55 وحقق اللاعب إبراهيم المؤذن إنجازا بتحطيم رقمه الشخصي في سباق 100 متر لفئة T-33 لألعاب الجريع على الكراسي المتحركة ترجمة نانسي قنقر